موسيقى نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعة الرياح أحيانا إلى أكثر من 50 كم في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق مصحوبة أيضا بفرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق وأيضا نشاط الرياح دائما يتسبب بإثارة بعض الأتربة والغبار وراحي صاحبة أيضا تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق أجواء تميل إلى عدم الاستقرار متوقع أنها ستستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الغد لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأجواء خاصة اللي يعانون من أمراض الربو والحساسية نتمنى منهم ملازمة المنازل خلال هذه الفترة خاصة أن هذه الأجواء رح تثير بعض الأتربة والغبار وراح تهيج الحساسية والربو خلال هذه الفترة نتمنى السلامة للجميع ونتمنى منكم أيضا أنه ما تزيدون هم الدكاترة هم ثاني خلال هذه الفترة ونخليهم يركزون نوعا ما في عملهم ليردع انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا مع رياح جنوبية تصل سرعتها حاليا إلى 11 كم في الساعة درجة الحرارة الحالية 23 درجة مئوية رطوبة نسبية 62 بلميون رؤية الأفقية ممتازة تتجاوز العشرة كيلومتر صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب على دولة الكويت وكذلك على معظم المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي مع كتلة هوائية رطبة نوعا ما وأيضا رح يتزامن مع عبور منخفض آخر في طبقات الجو العليا رح تأدي إلى حالة من عدم الاستقرار نشاط في الرياح وتكونات لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة رح يصاحبها أمطار خفيفة متفارقة قد تكون رعدية على بعض المناطق الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء متوقعة رح تكون معتدلة تميل إلى الدفء ومتوقعة تصل درجات الحرارة ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تصل سرعة هبات الهوى إلى أكثر من 50 كم في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق مصحوبة أيضا بأجواء غائمة إلى غائمة جزئية وفرص الأمطار واردة خفيفة متفارقة قد تكون رعدية على بعض المناطق متوقع أن هذه الأجواء رح تستمر معنا حتى صباح يوم الغد نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية من حين إلى آخر وقد تجاوز سرعة هبات الهوى 50 كم في الساعة مصحوبة بفرص لأمطار متفارقة قد تكون رعدية على بعض المناطق ونلاحظ أعزائي المشاهدين بفعل ارتفاع نسب الرطوبة اللي دائما يصاحب الهوى الكوس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بحرارة الأيام اللي فاتت متوقع تصل في صباح يوم الغد ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية منتصف يوم الغد رح نلاحظ نشاط أكثر للرياح الجنوبية الشرقية قد تجاوز سرعة الهوى 55 كم في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق ومصحوبة أيضا بفرص لأمطار متفارقة قد تكون رائدية على بعض المناطق ودائما نشاط الرياح رح يتسبب بارتفاع الأمواج اللي قد يزيد أحيانا عن السبعة أقدام مذكركم أننا لازلنا في فترات الحمل اللي تكون فيها تيارات الماء قوية المواقع تبذنا الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 24 شرق الشمس ساعة 45 وموعد أذان مغرب الساعة 6 و4 دقائق الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة عزاء المشاهدين خاصة أننا في فترة سبق السرايات لذلك أي استقرار في هذه الفترة يعتبر استقرار نسبي ومؤقت وتكثر خلال هذه الفترة التقلبات الجوية ما بين عواصف رائدية وأحيانا إلى عواصف رملية لذلك نتمنى لكم السلامة خلال هذه الأجواء ونرد ونذكر عدم الخروج من المنازل خلال هذه الفترة إلا في حالات الضرورة الوسوى خاصة اللي عانون من أمراض الربو والحساسية الطقس المتوقع في يوم الغد رياح جنوبية شرقية نشطة من حين إلى آخر 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق مصحوبة بفرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق العظمى المتوقعة 29 وصغرة 19 درجة مئوية في مدينة الكويت رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه في يوم الأحد مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا العظمى 26 وصغرة 18 درجة مئوية عودة للهوى الشمالي الغربي في يوم الأثنين لكن أيضا رح يكون نشط من حين إلى آخر ومثير للغبار على بعض المناطق وقد يكون هناك غبار محمول على بعض المناطق العظمى 27 وصغرة 16 درجة مئوية استمرار في الهوى الشمالي الغربي لكن رح تتراجع سرعته في يوم الثلاثة تصل سرعة الرياح ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة أجواء مشمسة سماسافية خالية من السحب العظمى 27 وصغرة 13 درجة مئوية مع نهاية يوم الثلاثة رح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى الرياح جنوبية شرقية رح تكون ملحوظة أكثر في يوم الأربعة 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة العظمى 27 وصغرة 17 درجة مئوية أعزاء المشاهدين في حكمة قريتها اليومين في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تقول عفوا تقول أن فيروس كورونا هو فيروس عزيز نفس وما يدخل البيت بدون توجيه دعوة خاصة له لذلك خروجكم من المنزل خلال هذه الفترة أو الخروج غير المغنن خلال هذه الفترة من المنزل يعتبر دعوة صريحة لهذا الفيروس لدخول منازلكم نتمنى لكم السلامة خلال هذه الأجواء وتنتهي جولتنا الجوية لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم